يستعد المغرب لتشيع جثمان الطفل ريان الذي وفته المنية أمس وذلك بعد خمسة أيام من سقوطه في بئر عميقة رغم جهود مفذولة لإنقاذه إلى ذلك أعربت مصر عن خالص تعزيها وصادق مواستها للمغرب حكومة وشعبا في وفاة الطفل ريان وأكدت مصر في بيان الوزارة الخارجية دعمها كامل للمغرب الشقيق في هذا المصاب الأليم الذي عكس تضامنا إنسانيا عالميا ريان طفل مغربي في الخامسة من عمره خطف أنظار وقلوب البشر حول العالم واحتل عنوين الأخبار القصة بدأت يوم الثلاثاء الماضي عندما سقط الطفل المغربي الصغير ريان في بئر بقرية إغران بالتلال القريبة من مدينة شفشاون مما استدبع عملية إنقاذ ضخمة جذبت اهتمام العالم وعلى الرغم من صعوبة عملية الإنقاذ إلا أن الأمال ظلت قائمة لإخراجه حيا حيث باشرت فرق الإنقاذ منذ الأربعاء عملية معقدة للوصول إلى الطفل وجهتها عدة صعوبات أهمها طول البئر البالغ نحو 32 مترا ومحيطه الذي لم يتجاوز 50 سنتيمترا في جزء كبير منه بمرور الوقت كانت فرص ريان في الحياة تناقص وجهود العمال تتزايد وسط مخاوف شديدة من انهيار البئر على الطفل الصغير فكان عمال الإنقاذ في صراع شرس مع الزمن الجهود تنوعت ما بين استخدام التكنولوجيا تارة واللجوء لحلول يدوية تارة أخرى بسبب حساسية التربة المحيطة وخشية تعرض ريان للأذى صور الطفل الصغير حطمت قلوب البشر حول العالم ولاقت تفاعلا كبيرا حيث لم يكن هناك في الأيام الماضية صوت أعلى من صوت الدعاء لهذا الطفل الصغير وبعد معاناة وصراع مع الزمن تمكن رجال الإنقاذ في نهاية المطاف من انتشال الطفل الصغير ولكنه كان للأسف جثة هامدة قصة جاءت في وقت حساس أكدت أهمية التضامن الإنساني في مواجهة الكوارث ترجمة نانسي قنقر